اشتركوا في القناة التي تصيبك بامراض عديدة وخطيرة لذا عليك ان تتأكد ان لديك القدر الكافي من الفيتامينات ام لا وعليك ان تنظر الى المرأة لتعرف الاجابة نقص الفيتامينات يعتبر من اولى الامراض التي تظهر على الوجه لذا تابعنا في هذا الفيديو لتعرف هل انت مصاب بمرض نقص الفيتامينات ام لا هل انت مستعد لتعرف الاجابة هيا بنا نعرض عليكم الاعراض الجلد الشاحب لو وجدت ان بشرتك اصبحت بيضاء اكثر من اللازم فهذا يدل على نقص فيتامين بي 12 يعتبر نقص هذا الفيتامين من اولى العوامل التي تؤدي لنقص وهلاك خلايا الدم الحمراء وهذا ما يقلل نسبة البيليروبين في الدم وهذا ما يجعلك تبدو ببشرة شاحبة طوال الوقت كما ان نقصه يعمل على جعلك تشعر بالارهاق والتعب كما انه يسبب مشاكل في الذاكرة والدوخة والدوار لكي تعوض النقص في جسدك من هذا الفيتامين عليك تناول اللحم او المأكولات البحرية احرس على تعويضه لو كنت مصابا بالنقص منه لان نقصه يعتبر امرا خطيرا للغاية لو لم يؤثر عليك الان سيؤثر عليك في المستقبل الاعين المنتفخة لو كانت اعينك منتفخة وترى تراهلات كثيرة في اطراف جسدك فهذا يعني ان لديك نقص في الايودين ان من ضمن اعراضه الدوار والارهاق والزيادة الوزن لكي تعوض النقص هذا الفيتامين في الجسد عليك تناول المأكولات البحرية وبالاخص الجنبري وبعض من الملح ومنتجات الالبان والخبز لانه لو نقص من جسدك ستجد نفسك تعاني كثيرا في حياتك مما يجعلك تشعر بآلام مختلفة في كل انحاء جسدك يعتبر هذا المرض بسبب نقص عنصر الحديد في الجسم لذا يجب عليك ان تلاحظ هذا الشيء لان نقص الحديد سيعمل على نقص نسبة الضغط في الجسد مما يسبب لك مشاكل كثيرة في حياتك لذا عليك تناول اللحم الاحمر والكبد والدجاج والبيض وجوز الهند والعديد من المأكولات الاخرى التي تحتوي على عنصر الحديد لهذا يجب ان تعوض هذا النقص حتى لا تعاني من مشاكل جسدية وانخفاض في نسبة ضغط الدم كما انه يجب عليك ان تتوقف عن تناول الاطعمة التي تحتوي على الكالسيوم بنسبة كبيرة لان هذا سيؤثر على زيادة الحديد لديك نزيف اللثة يعني نزيف اللثة انك تعاني بشدة من نقص فيتامين سي وهو يعتبر من اهم الفيتامينات التي يجب ان توجد في جسدك وهو ما يصيبك بمشاكل في العظام وفي الاسنان يتوافر هذا الفيتامين بكثرة في الليمون والبرتقال والفلفل الاحمر كما انه يتوافر في التوتي والمانغو والكيوي والبطيخ يجب دوما ان تتذكر ان تلك الالام لها علاقة بنقص هذا الفيتامين لهذا عليك ان تتناول تلك الاطعمة بكثرة حتى تقلل وتحد من الالم النتجة من نقصه لكن لو تضاعفت حالتك قم بزيارة الطبيب حتى يشخص حالتك ويوصف لك العلاج الصحيح لان التمادي في تلك الاعراض ربما يسبب لك تساقطا في الاسنان تساقط الشعر يعني هذا نقص فيتامين بي سبعة وهذا غالبا نتيجة كثرة استخدام المضادات الحيوية والعلاجات لهذا نجد ان مرضى السرطان يقع كل شعرهم لذا عليك الاكثار من تناول اللحم والاسماك والفواكه والخضروات والماشروم كما انه من الضروري ان تتوقف عن النظام الغذائي الذي تقوم به لانه سيعمل على تضاعف حالتك وزيادة سقوط الشعر عليك دوما ان تحرص على تناول تلك الاطعم بكثرة حتى تتعافى من المرض بسرعة كبيرة هل كنت تنظر لنفسك في المرآة حينما كنا نعرض عليك تلك الاعراض هل انت مصاب باي عرض منهم اخبرني في التعليقات ولا تنسى اتباع تلك النصائح والاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشعارات ليصلك كل ما هو جديد نراكم في الفيديو القادم الى اللقاء اشتركوا في القناة